اشتركوا في القناة اولا اللحافتان عند الصنوبر شفنا لحافي واحد هنا لحافتان لحافي خارجي ولحافي داخلي وايضا تتركان فتحة صغيرة نسميها الكوة اذا لحافتان خارجية وداخلية تتركان فتحة تسمى الكوة داخل اللحافتان احصور في اللحافتين نسيج مغزة يسمى النسيل 2N صيغته صيغته الصبغية 2N وهو النسيج الاساسي للبذيرة ونسيج مغزة اسمه النسيل داخل النسيل يتمايز الكيس الرشيمي كيس الرشيمي طبعا هذا الحكي عن اجزاء البذيرة بعد عملية النضج بعد عملية النضج فالكيس الرشيمي كيس ويضم ثمانة نوا اشو فيه ثمان نوا هذه النوا في القطب القريب من الكوي في ثلاثة والقطب البعيدة عن الكوي المقابل للكوي في ثلاثة صار ستي وتنتين بالوسط القريب من الكوي ثلاثة خلايا اللي بالوسط هي عبارة عن العروس الأنسوي أو البيضة الكروية وعلى جانبها من هون ومن هون اسمه الخليتان المساعدتان في القطب المقابل للكوي موجود ثلاثة خلايا من سميها الخلايا القطبي إذن من طرف الكوي في ثلاثة خلايا بالوسط هي البويضة أو العروس الأنسوي وتنتين حدة خلايا مساعدي ومن القطب المقابل هي الخلايا القطبي وبالوسط في تنتين اسمه نواتا الكيس وكل هذه النواة صيغتها الصبغي واحد إن أي نواة من هذه النواة صيغتها الصبغية واحد إن البوذيرة إذن تتصل بجدار المبيض بجزء يسمى الحبل السري الحبل السري إذن البوذيرة طالت منها امتداد هو الحبل السري الحبل السري هذا مكان التصاقه بالمبيض يسمى المشيمة إذن ويدعى مكان التصال البوذيرة بالحبل السري إذن الحبل السري واصل بين البوذيرة ومن جدار المبيض الحبل السري مكان اتصاله بال بالمبيض منسميه المشيمي ومكان اتصاله بالبوذيرة منسميه السرة او النقير لانا وقت انا بدي شوف اه الصورة بتعرف عليهم الازاء بالتفصيل لاحظوا هنا اه هذه طبعا اللحافتان لحافي اولى خارجي ولحافي داخلي وهاد اللحافتان في اشو يحصران او يتركان فتحة تسمى الكوة لاحظوا الكوة هون من هون راح يدخول مين الانبوب الطلعي اللي ناتج عن انتاج حبة الطلع ويجيب معه النطفتان نباتيتان ليلتقي مع البويضة الكروية هاي ولاحظوا هنا ايضا نسيج مغذي هو عبارة عن النسيل باللول الاسفار هاي هو عبارة عن النسيل بالوسط والمنطقة الاقرب الى الكوة في اشو الكيس الرشيمي هنا الاحظ ان البوذيرا متصل مع المبيض عبر الحبل السري والحبل السري يتصل نقطة اتصال الحبل السري مع المبيض اسميها المشيمة ونقطة اتصال الحبل السري مع البوذيرا هنا تسمى السرة او النقير اعود البوذيرا هنا في وسطها قلنا واقرب الى الكوة الكيس الرشيمي كيس الرشيمي ماذا نلاحظ داخل الكيس الرشيمي ولاحظ ثمانية نواء رحادية الصيغة الصبغية اول شي من الجهة البعيدة عن الكوة في خلايا قطبي ثلاث بعدها بيجي شو بالوسط نواتال كيس بعدها بيجي العروس الانثوي يعني كمان ثلاث خلايا ثلاث خلايا من جهة الكوة اللي بالوسط قلنا هي العروس الانثوي لاحظوا هذه العروس الانثوية وعلى طرفيها هنا اشو الخليتان المساعدتان الخليتان المساعدتان طيب هل البوذيرات متشابهة لا تختلف البوذيرات حسب انواع النباتات للبوذيرات اشكال متنوعة منها النوع الاول اللي هذا هو طبعا لاحظوا الحبل السري والنقير والكوي على استقامي واحد حبل السري والنقير والكوي على استقامي واحد يقول عنها هذه البوذيرات المستقيمة هنا في البوذيرات المستقيمة تكون يكون الحبل السري قصير قصير لاحظوا قصير والكوة والنقير على استقامة واحدة مثال عنها كما في نبات الجوز نوع الثاني لاحظوا الكوة ليست على استقامة النقير ما الي هذه نسميها المنحنية اذا نسميها المنحنية اذا شكل منحني الحبل السري ايضا قصير والكوة الكوة تقترب من النقير هنا كانت الكوة مقابل النقير على نفس الاستقامة بينما هنا الكوة صارت اشو اقرب الى النقير انا نقول اذا قلنا الخط خطات متعامد مع او متقاطع مع الخط اللي خارج منها الحبل السري فبتكون شو الكوة قريبة منها قريبة من النقير مثال عنها الفاصولياء مثال عنها الفاصولياء النوع الثالث لاحظوا هنا الحبل السري شايفينه طويل الحبل السري طويل والكوة اقتربت كثيرا من النقير والكوة اقتربت كثيرا من النقير الظاهري نسميها هذه البذيرة المقلوبة هنا حبلها السري طويل والكوة تقترب كثيرا من النقير الظاهري يعني هذا النقير الظاهري انه هون بيظهر معايا انه لازم يكون هون النقير ما راح يبين مع النقير لأنه رح يكون شبه ملتحم مع اللحافي فإذا حبلها السري طويل والكوة تقترب كثيرا من النقير الظاهرة وتلتحم اللحافة الخارجية مع الحبل السري لاحظون اللحافة الخارجية ملتحمة مع مين مع الحبل السري هاي بشوفها عندها نبات الورد وهي الأكثر شيوعان وهي الأكثر شيوعان